بعثتلي وقتي على جروب العيلة وقالتلي قولنا إزاي نستغل ليلة الإسراء والمعراج أحسن استغلالي قلتب إنso كمان عيلتي أعمل فيديو لنا كلنا خمس حاجات محتاجين نعملهم في ليلة الإسراء والمعراج أول حاجة كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهلنا من أهل الله ومشايخنا من الصالحين في هذه الليلة يكسرون جدا 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 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليلة نبوية تاني حاجة كثرت الاستغفار وكانت من الصيغ اللي بيوصيها بنا بيها مشايخنا كانوا بيقولوا نقول أستغفر الله حياء من الله على قد ما تقدر قول تالت حاجة الليلة دي ربنا سبحانه وتعالى فرق بيها عن قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بيها النبي صلى الله عليه وسلم وأهداله فيها هدايا عظيمة فهي ليلة عطاء وتفريش كروب وهموم فمستحب فيها الدعاء لله تبارك وتعالى أن ربنا سبحانه وتعالى يزيل همنا وغمنا رابع حاجة أن احنا نعظم النفع من الليلة فمن المغرب بتاعت النهاردة لحد الفجر محتاجين نعظم الوقت بأن احنا نستغله في الذكر وفي الصلاة على النبي وفي الدعاء وأن احنا نصلي الصلاة على وقتها وأن احنا نحاول بقدر الإمكان نبعد بقى عن النميمة ونجي في سيرة الناس واللي بيعمل معاصية معينة يسيبها واللي بيحب حاجة غلط معينة في هذه الليلة يحاول ينقي كل شيء من المعاصي والزنوب ويتعلق بالسماء لأنها ليلة توصل فيها الأرض بالسماء خامس حاجة والأخيرة نحاول نجمع أولادنا حوالينا ونعرفهم من الإسراء والمعراج حق ونحكي لهم الحكاية كاملة والرؤى والمراء اللي شافها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المشاهد اللي شاهدها وإزاي سيدنا أبو بكر سمي الصديق من هذه الليلة نحاول نقربهم شوية من المعنى ونعظم عندهم هذه الشعيرة يا رب اجعل الليلة ليلة تفريج كروب وهموم اجعل الليلة ليلة عطاء علينا كلنا يا رب وعرش بأروحنا إليك عروجا ينقيها ويرقيها ويصفيها وقعلنا من المحافظين على الصلوات بسان طيب موسيقى